تحدي وقفة أسبوعية مع نماذج لأشخاص تجاوزوا محنة صحية اجتماعية واقتصادية واندمجوا في المجتمع تحدي مساء كل أربعاء توقيع أردوان وحيدي مستمعين مستمعتين الأفاضل تحية مجددة لكم عبر أتير إذاعة الداربدة على موجتها 103 نقطة واحد وتطبيق الإلكتروني الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يمكنكم أيضا التقاطنا بالنسبة لساكنة بنيملال والنواحي على الموجة الجديدة 101.8 شكرا سلفا على اختيار أتير إذاعة الداربدة لمتابعة هذه الدردشة وهذه الدندنة الأتيرية في برنامج تحدي نعود نذكركم ونذكر سادة المستمعين اللي عادة تعرفوا على البرنامج هذه مساحة أتيرية لإبراز كيف استطاعت نماذج بشرية تحدي ومواجهة مجموعة من الصعاب طبعا الحياة كلها إكرهات وتحديات مختلفة صحية اجتماعية نفسية مادية اقتصادية إدارية إلى غير ذلك وصعوبة تزداد كلما كانت هذه الإكرهات مجتمعات الله يحد لبس ضيفنا اليوم من مواليد العام 1972 بولاد السعيد بستات مستوى الدراسي باكالوريا في العام 1990 اشتغل في مجموعة من الميادين لعل أبرزها التجارة البناء والفلاحة قبل أن يهاجر للدير الأوروبية تحديدا فرنسا وإيطاليا في العام 1993 متزوج أبو للطفلين آدم وسامي سيدي عزيز وهبي هو أيضا مدير مهرجان جودور بستات رئيس مؤسسة جودور لمغاربة العالم والمنصق العام للهيئة الوطنية لمغاربة العالم بالخارج سيدي عزيز وهبي غير نعيش معك اليوم في تحدي هذه التجربة الحياتية فشقها العملي وأيضا أنك واحد من مغاربة العالم قلت سنوات بالديار الإيطالية مرحبا بك تحدي شكرا سيردوان وبداية نريد أن نشكر طاقم الإداءة الوطنية بالضربة عن الشق وكل صاهرين على هذا البرنامج برنامج تحدي وبرنامج جميل هذه الكلمة تحمله معاني كثيرة كما قلت قبل قليل يعني مواجهة الحياة مجابهة الحياة شكرا من جديد على الدعوة سيردوان طيب نبدأ معك بالتحدي شنهما أبرز الوسائل اللي خاصة يتسلح بها كل إنسان لمواجهة الصعب التي قد تعترضه احنا بزاف دي الإكرهات ما كنعرف واش تكلقى وقدام هذا الشق سيردوان وكيف ما كنت قال وليدنا وجدودنا إلى آخره هو أنه كيقول لك صبر أهم حاجة لما كانت صبر را ما تقدرش توصلتش حاجة إذن الصبر والصبر كيبقى عنا بالنسبالية هو أهم حاجة وبالطبع الحال كيكون يعني الطموح كيكون الإرادة حب الشيء حب المهنة يعني أي شيء أنا أتكلم كما قلت قابلا ما هو نفسي ما هو إجتماعي ما هو إداري ما هو إلى آخرية ثقافينا ما هو بشري أحيان كيكون بعض الناس كيكون لك المشاكل في الطريق تماما هذه مسألة عادية والعراقيل والمرتبطات والمطباك لدودان يعني بالمجال وكيف نقل لك المشاكل خلقنا يعني ونزلنا الله تعالى إلى الأرض راكين لدودان لأننا كين معنا إبليس راكين الله تعالى راكين لنزلنا بغاية وأننا نستخلف الأرض خلفاء ونبليل فلاء الحسن ونعبد الله ونعمل العمل الصالح ولكن يعني هنا توجد بعض الناس اللي كعارقلوا ولكن كين ناس اللي فيهم الخير الله يهد أنت من الناس اللي كيدروا المشاكل للناس أو لمن الناس اللي تعرضوا المشاكل من الناس وتأدوا من الناس وده بأنا ما نقدرش غير نقول لك أنا كين دير الناس لمشاكل ربما في اعتقادي كين ناس يقولك هالك السيدة دال لنا مشكل ولكن أنا أحكموا على نفسي ونطلب الله باش نكون أنا ما نكونش يعني أناني ولا درتش حاجة غدتكون بحسن النية ما كينش سوء النية ولكن ما كينش العام لكانش حاجة النية المبيتة لكانت النية المبيتة أو سوء النية صيد دير دوان هذا شيء آخر أنا ما نظنش لأنا والدية ما ربونيش على الطريق لأنا أنا تربيط لأسرة لفعل الأخلاق والاحترام ولكن في المقابلة صيد دير دوان تواضعا أنا درتش حويش وبقي خير دليل على هذا شيء وما الناس بقين يسولوا يسولوا فيها دابة وخاصة في بلاد المهجر تعاوننا مع الناس تحت لنا ظروف سوينا الأوضاع ديالنا اندمجنا في كل المجتمعات أصبحنا من المستثمرين المعروفين في إيطاليا العريدالي إحنا دبا مشينا الإيطاليا مدووزة المراحل ولكن دبا جبتنا الهضرة طبي نحن غادين الكلام عراداني رغي أخذنا الإيطالي من الكلام عراداني وغادي هكذا يعني تلقائي جميل جدا هذا هو مالبرامج اللي خصدرنا بلا لغة الخشب إذا يعني نجحنا في الحياة ديالنا الحمد لله ولكن ما نسينا أولاد بلادنا ومنسينا المهاجر بصفة عام ما يكون رجع من بلاد أخرى يعني كما كان لأنك تكون عند واحد المهانات واحد الصعوبات إلى خير حنا حاولنا يعني يجي عندك واحد في حالوقت عندك شركة وعندك ديغي سلوهم وصولوا بلي الوراق تعاون معها بالطبعات ممكن تعاونوا معهم في القانون كنتحاول يعني تريغ لي كتدلي الوراق شكرا لا 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 ما يمكنش لأ فبصلا هذا الشي شوف هذا الشي عنده مالي ولكن ما ما يمشي بعيد إحنا كنا قانونية ما يمكنش ما تدير شركة كنا معروفين متواضوا عن ركش الأعمال اللي كانت تستقبلني صراحة لبلاطو تلفزات الإيطالية وكننا نهضر على المشاكل الهجرة نهضر على الاندماج يعني الإشكالات اللي كانت لكينا هذه الرؤية مع كامل أسفر رؤية السيئة ديال المجتمعات وليما فاهماش عن المسلمين هنجيول هذه النقطة نتبار المهاجر عموما هو السافر ديال بلاده كون متمكس وعارف تماما وضابطها خاصة نحن نقول مهاجرين ومغربة العالم هم صفراء ديالنا فيما يرتبط بقضية الوحدة الترابية وأنهم يعرفوا بالمغرب الحضاري والمغرب السياحي والمغرب الاقتصادي والمغرب الدينامي والمغرب التنموي في عهد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله والله ينصره السبر قلتي بي أنه أبرز سلاح ديالك لتجاوز كل تحديات وإكرهات الحياة كيف سبرتي كيف الدراسة ديالك في الصراحة أنا ودوس من طفولين من طفولة أنا من الناس اللي عندي ما نقول على السبر في هذا نحن أتذكر جيدا عشت في حد الوسط اللي هو بسيط الشبه فقر والحمد لله عشنا في حد المنطقة اللي تزدنا فيها الفقر عيب بنسبة لك بالعكس وكتقول لها بحل حشمان لا ممكن حشمان أنا مقدش بحشمان نسبة الفقر نبارات ديالي واحد الوقت كانت كبيرة بزيف بالفخر وليس بالفقر في إفراقيا كانت بزيف ولكن كان الرجولة كانت خرج من الفقر والناس خرجوا بقية وأخلاق من الفقر وخرجوا الناس من الفقر من النوالة ومن البلاقة أنا من الناس شوف وأعود لسؤال ديال كنقول لكم هات القادية قدرت في الموطائقي في إيطاليا وفاز بأحسن في الموطائقي 2012 وكنت كنمشي المهرجانات يكونوا 800 شخص 600 شخص وكلهم يصفقوا شخصية كبيرة بما يعني لا نقول ما لك هذا فخر واذا كنت نقول لهم زرعت النعناة هذا شيء بسيط إلى أخير واذا كنت نقول لهم كنت نقول لهم أنا يعني أنا 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 وفي السوت وإنا فاميليا أنا عشت في عائلة فقيرة وما كنوضو كنعجبوا 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 ولد العافية على المرات كيبالك الرماد كيبقى صافي صافي هوا هباق كنقول لهم هباق ولكي ملكة زعجبوا وهذا وتحركوا شي شوية تقدر من نوت نوت العافية تماما إذا الفقرة ممكن يخرج الغيناء دعب أشوف سيدر دوان سيدر دوان دعب لاجينا نشوفه عدة أنا أنا شخص كنعرض مسؤولين الحمد لله في البلاد وناجحين وكفاءات كلهم مولد الفقر غالي بيتم مولد الفقراء وعاشوا في العربية وتمحنوا وباعوا الهندي باعوا الكرمو باعوا هادي وركني ندبر الناس متقفين 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 كويرية هاجروا نشحوا في الهجرة هذه ماشي عيب أعود للحق الصديلي أنا كنتي شنو التحديات اللي درت في الطفل كنتي نقرأ في مدرسة وهذا المدرسة كانت بعيدة مدرسة لكي لدينا 4 كم مدرسة كتبعد لنا 4 كم اسمي كالله كتبعد هذا المدرسة وكنشكره بعدها أول وكنشكر الأب ديالي أب ديالي الله يشافيه هو 91 عام الله يشافيه الله يحفظه علاش لأنه هو ابن أول قسم لكي للمدرسة واحد السيد الحاج العربي الله يرحمه والحاج عيب الله يرحمه رطاوها كالأرض ووهبوها لووزارة التعليم أعتقل وبناوه وكان باب النايك سعي الله اللي كانوا يبنيوه في القبيلة وكشي هو إخوان دياله والله يرحمهم عمامي بجوجة الله يرحمهم كان يبنيوه كان يبنيوه شركة صغيرة ديالهم وما اللي كانت يعرفون بطار شرور والأب ديالي هو اللي بنى هذا الفصل هو اللي قرينا فيه أبقى لي صدقة جارية تخرجوا أنه نحن نفتخير بهذا تخرجوا قدات وأساتداء وعلماء ومن هذيك المدرسة رادة بتبرك الله كنت أطع عمال إلى آخر من هذيك المدرسة باقى المدرسة باقى ومشيت لها أولاد علال مدرسة أولاد علال مثل الاسم كان عندها هذي زمان لا لا باقي عندها نفس الاسم نفس الاسم هذي المدرسة ديالة أولاد علال مدرسة ابتدائية بأن الفقر وانتمر لا بالعكس أنا والأولادي يجبتم من إيطاليا زيت السيارة ديالي ووصلتم من المدرسة فين كنت نقرأ وقلت وقلت أجاول دي أدام دريلا كان صغير شوية قلت هنا قرأت هنا قلت أنت عندك البيس وعندك الانترنت وعندك الفلوس وعندك البكشلات وعندك الموتور وعندك هذي هو في إيطاليا بطبيع حالة وعندك الإمكانيات أحنا في المغرب فين كنقرأو فين كنقرأو وقلت له واحد القدي أنتو ما عندكم لامانتسة شنية لامانتسة فين كن يأكلو وقلت نحن ممكن ناش كنناكلو كنت نجيب قرأة ديال آتاي كان المطعم كان المطعم كان المطعم لا كان وحد الوقت ومني جينا حيضو واتمر واتمر ولكن حيضوها وحد الوقت وابقائنا وحد الوقت ووحد المدة طويلة لم يبقى يعني وقلها مفتح ضايرة وثانية ومن بعد ما بقعوش نعم ما كنا نجيبه كنا نجيبه آتاي في قرأة سخونة آتاي آتاي ماتي شي في خبيز لأن الله رضي خلنا نتملك المواطن لك أكثر من هاتش كنا نجيبه آتاي ونديروه في قرأة ونحطوه في السرجمة باش إحنا يعملنا القرأة والحصة الأولى يجبسوا يسخن من كنا نجي وخصتنا منه نخرجوا باش امع يعني وكنا نجيبه لإحنا كان لدينا الزيتون الكفن نجيبه معنا حينا دوارنا أعطوهم لأننا كان لدينا في المبزف وكنا نعطوه وصراحة أنا أقولها وأكرر حياة جميلة جميلة جداً عجيبة يعني لي وضحرهم ولي ننكر هذا الشيء صراحة طبيعية وقالت العلاقة جيدة والبراءة ومن نساش بأننا كنا نسمع المعلم كي يأتي من سطاة يقررونه وكان يأتي وذلك المعلمين الآن يعني غالبيتهم نقولك صراحة هنا تحية خالصة للمعلمين والأساتداء وليس هروا خاصة اللي يخدموه بعيد لكننا مؤخرا معنا عمال حلو في دار الشافعي وشفناه واحد تواصف جميل وتفكرت أيام طفولة دي كنا نقولك الأسبوع اللي فايت يعني لما لا نخلطش يعني كان يجيوا هاد الأساتداء وواحد المعلم كان قصح شوية كان يضربنا يعني الله يسامحوا وهم كنا نسمعوا الموتور دي لكن بالله كانوا يضربوا الأساتداء المعلمين ولكن ليس بنيت العنف شوف بنية شوف بنية تربية هم كانوا يعتقدون بحل والدنا والدنا نضربونا نحن دماما نضربوش ولادنا شوف غير المفاهيم تغيرتش شوية أنا متفق معك أنا لا أتهم معلما أو أستاذا أو أنا كنا نقولك كان يدروا هات شي من أجلنا باش نقراوه ولكن احنا نضرب غيرت تحفيزا لكن هذا هو المستوى اللي وصلنا لي في واحد الوقت ولكنا نضربوش ونقرر وكنا نخافو وكنا نسمعوا الموتور دياله جيمان نرى دالونا الميستارة وسط الأصابع الميستارة ديك المرتا قاعد ضربونا دي البلاسيك كانت تحمل كانت دون أسبوعنا هكذا وملكت تجمع الأصابيع يضربوك بالميستارة بالميستارة يعني يعني بسألة شوف المغرب يعني هذا الحوجة ولكن تشوف واخذك المؤلم شي مرة عن فكولا دي كنت تلعقى اليوم كنت عن نقيب لما تشعر على أشيك تبقى دائما المؤلم وكاد المؤلم أن يكون رسولا يعني هذا المؤلم بالنسبة لنا يعني شيء كبير ومن هذا المين بر من هذا المين بر كن طالب يعني وكن طالب الجهات المعنية باش إعادة الاهتمام بالتعليم العمومي وكذلك المؤلمين والأساديدة ويعطيهم حقهم لأنه بناء أي دولة حديثة ومتقدمة بالتعليم خمس اثنين قريتها في أولاد علال كل هذا الزبط طريقة اللي قلتي تحضيري تدائي الأول تدائي الثاني تدائي الثاني متوسط الأول والشهادة متوسط الثاني كلها تماما نجحنا في الشهادة أشغنديروه في العربية أحنا في البلاد فين غنمشيه الكوليج الإعدادي عن شو ستارت تبعد عن على أولاد السعيد كلها في ذاكل وقت ما فيهاش الكوليج لا ما فيهاش كوليج أكتش القدس أمولي عبدالله بن بسلام يعني دولهم الإعدادية اللي كانوا التنويات أنا أشغنديروه كنا كنا يعني كندوش على رأسي اللي قرينات ماكو في المراكز هذا الجيل كله كل الجيل اللي قرينات في الأعروب اللي نجح الشه هذا كننطلقوه من البنك ونطلقوه في السطات كننطلقوه في حال الظروف صعبة وآصعب يعني كريتو ونشدرتو أنا هاتشلي كين دابا منيجي نحنا كنمشي أنا أنا أتذكر مني نجحت الشي هذا كنت وحدي كان الإخوان ديالي دابا رات برقة الله قراء ودقبار مني ودوزو ودمر حال جبرنا وكان يمشيون مادالس خراءة خمسة كرة وكان يمشيون على الجحش على الدحش على الحمار يمشيون قراء ويجيون أنا مني مني مشيت ذلك دخلت الباخلية دخلت عام من بعد ما أعجبتني الداخلية أنا كنت شوية شي مشاغي بمو شاكي يعني كنت عندي واحد شوية زعيم يعني في وسط أخوتي كاملين فقط قلت لبا أمي قلت للمشيون أنا لم يبقى برقة الداخلية ما أعجبتني أمي قلت لدي شي ناس الله يرحم ويوسى عليهم أمي زهرة الله يرحم ويوسى عليها في هذا النهر بل حاجة أمزين كنت من الأقارب والأهائلة أم لا؟ أه من الأقارب هو أصدقاء دياله ولكن والله كان يحيط لديك السيدة من نسيش خيرها كانت تحييد الماكلة للولادة وتخليها جيدة وشي زعماك أنا راني كانت مهلية فيها وتصبليع ويضر دائماً نذكرها ونطلب لها الرحمة كانت تلقى أحد دم الاثنين حتى للجمعة؟ لكن تلقى عطلة ولكن مع قرأة وببديمة كان غادي جاي وكان عندك شي دا الخضراء يجيب بطاطا يجيب هذي يجيب شي عالتوقة وجيب بيضات وجيب هذي ويجيب هذي الواقع هو هذا واقع جميل والله سيردوان لك شكرك على هذا البرمج يجبتني يجبتني التاريخ وفعلاً درت واحد في المواطاة تحقيقية ديالي ما صار مهاجر حقيت عليه لا تضروا كيفاش عيشت وكيفاش هذي وكيفاش هاجرت والإنسان اللي كنكر اللي كنكر الأصل ديالي راه ماشي راه ماشي أصيل من بعد الكوليج التانوي كيف درنا معه؟ ممشينا التانوي قرينا جاءت الأخت ديالي تهيان مشيات التقنية كانوا أخوتي بصرح كان يقرأوا حسن مني كانوا كلهم في التقنية كيقرأوا عني التقنية تكاسول؟ لمشي كاسول كنت ما كنت كنلعب كورا بززاف ما كنراجعش بززاف وما كن مقاري ماذي كد صعيب وطلق مع الدراري رك عارف كلاش ديالله دوليسون سيبا ديالله تلق مع الدراري في الزوزناي قادر ولكن الحمد لله مهزين على بليام ما شربنا مع ميناء مع مركك ضوبلتي شي عام ولا كرت؟ لا ضوبلت عام في الكاتر يام ضوبلت عام في الكاتر يام من مشينا واحد ثاني أخرى قريت من تمك يعني البكارو البكارو ري ما كملتاش إذا كنت كلهم تقنيين إلا أنا لي أدبي وكأن كان عزيز علي أن يكون أدب وأعدة كنتكون الأسرة كلها عدة توجيه واحد ما كنت الحق خاليط كنت تلقي يعني ما كلهم أداب أو علمي أو تقنيين لأن كلهم علميين يعني تقنيين إلي كنت يكون عندهم نقاط مزياني كنت يجي الميئة أنا الواحد دري ما رأينا كنت كنمي لكورا بزاف كنت كنلعب كورا بزاف كنلعب كتلعبت المرشة وطربات نهال كلوا نظن في البيت؟ الحول لعبنا بطبيعة اللي بيش كل ما يلعبش للبيت؟ و في طرمبية بزي بيك هذا الشي كان زوين لحبتي يزدي دي دي؟ لا كان писت نقوم نجره عالي كي من الرمدان الرمدان وليا اكثر لا اكثر من رمدان وليا انا كنا نسمي كي نسمي ليس من احداهم ولاد و هذا بعد سمي رمشى هذا كل الموقع كنا نسر رايكوبي كان نلعب بيك في البلاد بصنيديل بزي بيك بزي بيك و لكنها أنا ما كنش صراحة حاجة لنحن. الفرص كأنا كنقنت فاعل ماك ماشي كنقاتك. فرص ده براه بكين واحد عدد من الفعاليات الدار بدا كي يعملوا على إحياء واحد العدد من اللعاب اللي كانت الألعاب اللي كانت قديمة. ده ده داني غت جبد نيصير دوان. تاني سيكون دار بدا. غنقول لك حلية وحكوكو عشرين عام برا عشرين عام من الخارج. البي ده بك يدروا مسابقة دي البي. أنا أعطيك مثال، دب ايطاليا؟ أولا الدول الأوروبية الغربية؟ يتنافى مينه وصف التقدم والإيمانية وهذا والحدث. ولكن دار어지ش يحويزونه عندهم جمعيات سانوية. عندهم جمعيات سانوية يعني كيحتفلوا كيير واحد صاقرة. ما هي صاقترة؟ محل الموسم دياله مودفل. موسم؟ غير إقيابة هات الصاقترة أو هذا الموسم. ليش يعتمدون للسردون؟ ما يوجد فعل؟ لا لا موجد فعل. يعتمدون فيه اسسان. ده بس يردوان كيحاولوا يحيو فيك طرات قديم العريقة ديانهم وكيجيبوك شي لبس قصمان بيلا كيجو في الأفلام ديال اسميتهم ديال اليونان ودى الإغراق الخدام ودى الرومان باقي عندهم وكيفاش كتنجوا أنا بقيت حال فمي كيفاش كيحافظوا التالي وكيفاش كيدير واحد مصابقة كيشدو احد خشبة طويلة كيجيوه كيبقى يديروا وكيجي إحداهم الأميرة يعني كيمثلوا شي قصص ديال 20 قرون عشرة القرون مضت باش متغيبش وباش متغيبش وولادهم كي ربيوا ليهم لا احنا ركنا نديروا هذا بقى ديال فانتازية مثلا رحنا نديرو زوام الجيل الجيل واش دبقى ركنا تبعت معين رينا كتموديد ديال مهرجان ديال أولاد معمر أولاد معمر في خليم بستات يعني لي عمرت الموسم اللي درت هذا الموسم ودرت الفانتازية ولكن انا طورته فقط من فورنسية احنا رجيه لها النقطة ونكمل معاك الدراسة أولاد مخديديش البك؟ مخديش البك عمرت أخوتي كلهم مشوا على الخارج مشوا على بره صافي ما بقي عارتين بكل صدق نحن الجيل ديال التسعينات ولعدنا واحد توجهة آخر واحد طموح آخر وكننا احنا في صراحة في ستات كنشوفوا في ستات الوقت كنت يجيبونهم بالداري قدنا كيدخلوا كيدركف الطموبيلات ويدوروها كيدخلوا بزرط استات وانا عندي اخوتي كلهم برّة. لماذا لا نمشيش؟ وانا ندري من القوق في راسهم كثيراً نمشي. صافي. صافي. واخد جيد دخلية. صافي الراس عمر ذلك. ما بقاش عندك لدينا القرية وهذا. ولي تيك تشوف راسك برّة كثير منه. انا نمشي نشوف براك السعر. كنا نشوف مازال دابرة تبدلت الأمور وتغيرت. كنا نشوفه الخارج والحلم الوحيد هو هذا هو هذا الواقع. يعني احنا جاء اخويا الحاج دابا. عبد المحمد الأخذي اللي هو أستاذ فرنسا دماغ. كنا نشوف ديني وصافي. ما فكرتش تحرق؟ لا. الحجرة السرية؟ أو الحجرة غير الشرية؟ لا 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 لا. تمك يعني قدرت فيزا ومشيت. من مباشرة نورالباك تقريباً في ١٤٩ و ١٩٣ مشيت. الآخر دي ١٩٣ مشيت. في شهر ثمانية يعني مشيت لفرنسا. هل تاريخ بالضبط؟ نعم في ٢٨٠ و ٢٨٠. كنت مع العودة دي المهاجرين. ٢٨٠. نعم. دخلت لإسبانيا. إسبانيا؟ ومشينا في السيارة. ومشينا على بوردو في ٢٠٦. أنا أول حاجة قلت لهم. لكن عارفني أنا مشاكس من شغل. قلت لهم. والو الدين اخلاتوا غيفين نشوفها. قلت لها بلتي شوية. كل الأخي اللي أخل كسكن بطاقي. مشي دوره بي دورت وقلت. هذا مشيت الليل. لون نوع دي اللي فرنسا. كنت كلف ما الدين بالإجراءات؟ إخوان ديها للأخي. ولكن ده بك يبقوا الوالدين. ومالمدلل الكبيرة. ومالك أعطوا العوامر. نحن عدنا وحد العائلة موتماسكة. الله يرضي عليهم. الله يحفظهم بقوتي كاملين. اللي يومنا موتماسكة؟ جدا. أنا واخد أخي هادسي جاي غدة. أخي سنمشي المطار نجيبوه. أخي سنمشي عندي. ومع الوالدية ومع هذا. يعني عدنا وحد الأسرة. أشكر جزيلا الوالدين دينا اللي ربّونا على هذا الحب. والتضامن والتماسك بين خوتي. هذا تلقيه أساني كدو زور أباء لوليدات هذا. وكل هم مرضيين بك يزوش الرص في الوالد. يعني صار حول والداء. كيمشيون المراقم كيمشيون من تمانينة باباو. مميتمك يخرجوا الدار للعالم كله. العواصم مشيول عندي أخوتي في ألمانيا في فرنسا في اسبانيا في إيطاليا. كيمشيون متمك الحج من العمراء. يعني الحمد لله أرضات الله والوالدين. يعني شفنا بزدت الحويج في أوروبا في العالم ووالدنا. ودائما ولكن بدون دوابان. ماكنش دوابان. كيف الصابرين على بعضياتكم داخل العائلة. يعني باش تبقى متماسك. أقول لك إذا لقيت شي جوج ملاقين أعرف راه واحد صابر على واحد. شوف هو هو. أو الحمل على واحد. هو هو كل صدق. عندي واحد كل شي يبقى من الوالدين. الأم ديالي والأب ديالي. نحن نريد أن نجوجه. ومثلا شي. وأنا نجوج كأجنبي يا أبو. لا تدخلوش في كبز الزاف. باش ما يحاولون. يعني يقول كوالدي يشوف. هالناصي حاولك أن تدير اللي بغيتي. الأم ديالي. الأم ديالي بكل صدق. عندها ده باستة. استة. ما شك يقول له. عيالة رجلتها. أولادها ياك. وعندها. أم ديالي أمرها. ما فتحت حتى ماريو. ما هو الماكلة. وقت من ثلاثة شهر، ربع여 شهر لهم. وخمسوا على عاملها. وسخنوا عندما تمام. ولكن يؤديهم أية أمها. أيضا لم تدخلها. لأنها داخل للسوق راسة. نحن نعم أخلاق العالية. وعمرنا ما تسمعنا. لا تفعل الشبوقة. عمرنا ما كان شيء يصبح معنا. والوالد عندي يعني نتعلم التى. يعني كيسكوسافو ديغة. ليس سلطاوي. متحكم. ديكتاتوري. لا يجبك ديكتاتورينا لا نقولوا شيء بسرعه. سوريا، يعني هو يريد أولاده و لكن كلمته لم يستطيع. صارم. صارم. ستجعل ذيما، ذيك الحتيرام و هذا و كله يحضر في بلسته. بكل سدفرات. يعني دي غور دي. دي غور دي. أنا كان يقولي يا الدري صحابي وكان يمشي يخدمونه معي. حتى لا يجعل الباركان شوية الأرض و شوية الأرض وكان يمشي يخدمونه معي الدري. بشيء للفلوس في الصيف. دراء هذي هذي. ومن الستاتس كمشي ومني كمشي كي يقول يبك الله ماشي 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 عادي ببكرة تعلمنا معهم شاو شو وحدين البوريس مشو كريك احنا تعلمنا مع الحاج محمد هو الوالدين تعلمنا مع احنا عسكري اه او يقولوا عسكري بحالة ومني كي يدخلوا تمك يقول كرا كنا في اسميته في القشلة كنا في قشلة يعني اه يعني بزبت حوالي كان نظام ونضيبات نظام ونضيبات ولي خلي اخلي هذا الاسرة اليوم من هذا وما يمكنش ما يمكنش استردوان تجاوز شحويج ودخل في شحويج لي ليشي الختيسة وما يمكنش تطيحك المثل الوالدين دي هلك واشي ما زال علي الان الان انا جاء الاخ ديالي يحضر في الكون فينا مهنا دوز ربع شهر يطيب وطيب ليهم والله يحفظوا الحاج الحبيب يطيب ليهم ووكلهم ويغسل ليهم ودخلهم الحمام كي يمشي اخ كي يجي اخ كي يبقى معهم يعني اراد يقول يشوف الخدام اللي بغيت نشدوها لكي يعني هذي وكلهم مدليل اللي مدليل الصلاة يرضي هالو شهريا يعني كي يوصلوا يوصلوا لك شي وتوا برزقه الله يجعل باركة وشوف وشوف لكن يقولوه كي يقولنا الله يرزق الصحة والسلامة والقناعة طيب اشتعاتي في التجارة والبناء والفلاح نعم في المارسي هذي تلاتة المهن الفلاحة والزراعة وطربية الماء وشي معبانا يعني اللبتيت فيغم دينا المزرعة دينا كان عد نسقي حنا باش كنا نمتازو كان المقرب فرشة المائية مشار شوف أنا أعطيك واحد الميتة الحية والذي جابتها الوقت سوف نمشي معيات مكسر دوان وشوف أنا هذه المنطقة كان نسك كان ضايا كبيرة يعني نحن نقولها ضايا هي طبيعية وكان ما فيها وكان الوز وكان الحجل وكان الدجاج الماء وكان في طبيع البيت ثمك وكان اسميته التعلب وكان فزير بالله خبيرة وكان해َ قدماً عندنا إذا كنا تنورينا في ننطقة بتوسع كنا نعيش في الطافة ولا ديالي كنا نشوف حدية وكنشوف الحفل كيف ألعبوا في العشية كيمش كالصامان بالله يعني دابة والماء كان. يعني نحنا كنا كنا نلعبوا. كنا نلعبوا كل لعبوا كنا نهب شوكا نجيب دول ماء والعيون ها قطين مننا. من صيفا وشي طائعا. على واحدة. هاد الالبلاسة دا بولي نحفل في مية متر وننقل شو سبحان الله يعني هنا ايسا. كيف تبدلت الأحوال. كيف تبدل الأحوال من حال إلى حال. يعني وهالظروف وهذه الصناعة والبيعة تغيرت المناخية. كان بعض الزراعات اللي قتلت المنطقة دي المرشيد والنوح تفسطات خيز والجزرة هالك المادة إحنا يا سيردوان كانت عدنا الثانية ترشيد مكنش كانت عدنا الثانية هذي الساعة كنا عدت الشي في الثمانينات نعورة كان عدنا الموتور الملعقة كتلقى الموتور ديال لما في الوقت كانت بالبهيمة كتدور كانت كتدور البهيمة والجمل كان عدنا الناس يدوره كانت كتدوره وحنا كان شوية نقولون ما تقدم شي دي ما يحدث يحدث الأمور حاداتي شيئا ما فينا كان يصافر كيشوف الناس وكان هو كيبني عنده كيشوف القبيل كتلاقى مع الناس كبار ديال القبيلة وكيوريه وكيشوف وتعلم منه متهم وكيشي كيجيبو لنا يعني عندما اجاب الموتور كان نسقيو به وكان معنا الناس يخدمون معنا دائما كانوا الناس يخدمون معنا في الثانية والبهيم والتربية والبقار والحشاب والسرح والغلام نعم إذا نحن عشنا مكشي ولكن الحالة والفونتاج اللي كان عندنا هو كان عندنا عشنا حالة جميلة وصحية بيئية صحية دبا نقلب عليه بالمظاير ما نلقى هاش كان عندنا يعني ما كيلادواء لوال وبطاطا موجودة الخيزو موجود بيوه ثم كنا نزلع وكنا نبيعوه وكنا نقال أنا في الصغر ديالي نغسلوه معه الخيزو غسلو معه بطاطا نديرو كنزلوه كنزلوه الكارو وكنديروه السوق وكنا نجيب واسطات كنبيعوه يعني هدا وكنا شبعانين والحمام ودجاج للبلدي والبطاطا والخير وجل جافاف 1981-82 تل خمسة وثمانين من قبل منه عامل بون عامل بوهر أصعب ديال 80 عادي كرا طيب وفين الناس رني أصلا لو كن العامل رني كيدلوه طيب وفين حنايا ليلة ونهار بشي ياكل رني دات في 1944 حاضر لي الوالد وعودة ليها هادي دالوين عودك لقصة رني بشكال وكانك يجدوها وطيبها يومين يدوم الأرض يدوم الأرض والسفوت كترف السفوت لا مارس لشو نعرف السفوت واحد القطعة حديدية طويلة بحل شكل بينسا وهي طويلة وكيدخلوها في الأرض وكيدخلو يرني هاي أيوة بعيدة تبقى خارجة lendم ايوة قليل ولكن لكنك يبعوها عندها واحد الكركوبة تحت حال بصلة وكان يجيبوها بيضاء وكان يجيبوها وكان يطيبوها وكان يطيبوها وتخرجوها للشمش وكان يشوفوها وكان يخارجوها للبا أنا وكاننا أبحث عزيز إلى البحث وكان يشوفوها وكان يجيبوا أسميا وكان يجيبوا الرحة ومسكينا أمو الله يرحم مجدي وكذلك يخرج منه بحيط تقيق هذا كدير حسوة كدير من الحسوة كدير منك بحلك الصوت الضميته بالغمان حيانا الله سبحانه وتعالى تقول لنا الخبز هو مدعم وكاللقاه في الصباح مرمي في البوبة في القمر هذا موضوع آخر الخير موجود ملايين دين الخبز اللي كيتلاح ولعدنا التبذير والإسرف كنقول لك احنا في هذا الجفاف كنقول لك احنا يعشنا واحد الآية مقارنة تبع الدوارين كان عندناك النعمة ديال الماء والخضرة ما كنعرفش له الجفاف دازت كنشبعانين والناس كانت تعاني والناس كانت المشي مراكز القراوية وكانت طلب الزراع وكانت طلب الدخاق ولا فارينة ولا القمح باش اشتاكل طعيش ولداته ودابا جات هالظروف ديال كورونا بكل سيد بجنان رو وبنادما انا كنقول لهم هاد الحويش يعني بكل سيد خدوس أزماء يعني عراقيل هنا التحدي هذا هو نشط البرنامج ديالك جميل هنا خسنا نصبره واد شير غيفوت ان شاء الله ودفقاته واد تعاوده واجفاه بقاء لدازت خمس سنين وتجاوزنا وكانت ما ننساوش هنا اشيد بسياسات المرحوم المغفور له حسن تاني سياسة السودود سياسة السودود كان سياسة جميلة وعميقة ومهمة جدا استراتيجية استراتيجية والمالك نشربه اليوم هادك سياسة نظام ديالنا نظام جميل صراحة الحمد لله يعني كتقصد نظام الملك نظام الملاكي نظام الملاكي كان عيشوا تحت الضل دياله وبعد الضل ديالله عز وجل وخصنا نتحدى كل الصعب في الجانب الحقوقي الديموقراطي التنمية وهذا وانتخابات على الأبواب باش نشاء الله نختاروا أحسن مكان باش يمتلونا أحسن تمثيل ويدبروا أمورنا أحسن تدبير هادا بالنسبة لفلاحة البني والتجارة البني بباب الناي كيف كانوا أخوتو باش نوقع الحاج محمد قامزيل الله يرحمو فعلموه نصارا البني وكيفاش يشد الوطراحة كانوا أكواخو كانوا نويلو كانوا نصارا كي يجي واحد اليوم يبدأ الطاويك أحناك التشكل كي يجي كانوا نويلو كانوا الأكواخو كانوا البني بسيط تعلم هذا الحاج محمد معنا نصارا نصارا فرنسيين جابوا ميزال ميزال الخيط بالحجار وبدأ يبنيه في الفن تعلم معه هو البني كان كده مع ابا وبدأ يتعلم معه ويتعلم البني أخوتو وبدأ يبنيه ويصابه الحيط مزيان وبدأ يبنيه في القبيلة تقريبا كل من الناس القدام اللي بنوه في الستينات وفي السبعينات وفي الأواخر وفي الخمسينات كلهم بني للم الوالد في القبيلة كنت أخذتي منه الحرفة أنا أنا كنت من تسالي القرية أستخدم في الثانية وفي أخي أبراهيم كدنا نتعلمه مع البني نصاربه البودرات نصاربه وتعلمنا نخلطه وقعب التراب ضرت العجنة ضرت العجنة هرب لك الممنا شي مرة لا كنت في السبع أول مرة لا بده يهرب كنت لعصى في هذا الشيء أعطني شي صليات طلعت تسطل ويقولك أهلا أعطيني الحجرة لا تفوق السرير لا تفوق السرير لا ما منزلك لكن خفيف وكنت عندي واحدة البنيات الحمد لله قوية ومعني كان الحجرة كنت أعطيني هاديك ومن بعد تعلم وما كانش ليعجور روح الوقت لا أهدا جال ليعجور خاصة في البادية كان الحجر يجب دوم الأرض كي قادوا هذا أعطيني الحجرة أعطيني تهزة ونجيبها بشوية وطبط بلك كويس ديالك على الفخار ديالك وتهزة على كل شيء ومكيش تأمين ومكيش تأمين إلا والوكي الله سبحانه وتعالى فهمتي وتعلمنا شوية مش يتعلمنا بزال وهذا الشي نفعنا في الحجرة هذا الشي نفعني اليوم بقي اليوم أنا هذي نقدر نقوله ترجلت هذي ترجلت وهذا هذي تحدي توادي الحياة وتكوين التكوين الليك تعلمه ومعنا مهاجرين يبقى ناسك وكنا وما خدمت مكين ما يدرب مكين ما يدرب يحاول يدير 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 لكن كبير أنا نقوله نحن في المثال الدارجي سببي عبدي وأنا نعونك هذي تجارة كيف تشي تلسي والتيجارة شوف في تجارة وحد الوقت يعني ولي عندي شوية الفلوس ما كان أقل جمعتش شوية الفلوس كنت خدمه كوة وخدمه كوة كنت عندي 16 فريال كاملة كنت عندي 800 درم بقى عندي بقى نعقل عليهم جيان وحتى الشرية كنت مرة نطلع عليها نطلع عليها ونعود نشوفها ونديرها وكانت كلمية الدرم شوية كبيرة وكان نحس براتي وفي القاسم كذلك كنت نعودك مع المرة كان لك الفلوس لا لا هذي أحاضي يوم كنت أكثر من الكوتوب كتر من المقررات أحاضي هذي 16 فلوس وجاء واحد الصيف ومشيت واحد سيد مسكين عمات جدد علي ومشي كبيرة مني قلين 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 عندي قلين جميعنا وقلين بالدان شرينا كاميو ونأخذها لنأخذها ونقول لي راه خسرت الفلوس وهذه وقالت يوا سرّك وقالتك نقول كاب لأتي مزروب ولأتي لي بشي سهل هل قلت هي مدراسة أنا أعتبره هاد درس من سماك تتعلم ما اليوم ما تبشيش تزربش على تتدرسها مزيان علش اليوم كتبشي عن باونكولا عندي هادا كيقول ديليا إيتيد ديليا دراسة الجدوى دراسة فسوق دراسة مشروع دراسة مشروع ها تحدي هاد الميهن كلها تجارة البني الفلاح كيف عاونك في تجربة ديالك كواحد من المغاربة المقيمين بالخارج في فرنسا وفي الطالية التجارة الفلاحة والبناء يا كفمت زائد صراحة هادو كل هم كندرمونا في خانة زائد واحد الخانة أخرى هو المحيط العائلي المحيط العائلي ديال نحنا عاوننا بزاف كان أخوتي يعني كنا نحنا كنا نقراه وقارن وكتسمع من هذه الأخوتي لي قارن كتر يعني عندهم لهوس عندهم هادي كتسمع كتلقى واحد مني كتتقلس في العائلة كتسمع يعني يعني كين مستوى كتتعلم شحويج اتحاد السوفياتي أمريكا كنا نقول كتتصغر ديالنا كتسمع هادي حرب النجوم اتحاد السوفياتي في واحد وقت احنا كدقى قبل تسعين قبل نهار انا راجع معك داباللور حائط برلين قبل حائط شوية جاء موني نقول حائط برلين هذا النظام هادي تعرفها شني الجغرافية فين جا المغرب فين جا هذا فين جا هادي كدقى تعلم شو كدقى بدن فتح هذا المحيط اللي عايشتي إنك عايشتي في واحد الجو واحد المحيط اللي الناس فاهمين تعلمتي منهم تعلمتي من الإخوان ديالك ومحيط ديالك وكل أبدالي تواكيبات وكتر القرآن وهذه وهادي وهادي إذا هذا كله جا مكونك وكتر 50% زائد 50% ديال طموحات ديالك تعلمتي شوية في البنية تعلمي شوية في التجارات تعلمت هذه وقرايتي شوية إذا هذا شي أنا بالنسبة لي هذا الزاد وهذا القفة كبيرة متنوعة حقيبة المعلومات والمعارف والتكاوين والصفور فارك كيف قلت أسيد رضوان وكنت أنا طموح صراحة كنت أعزيز علي المساكر وكنت طموح والرؤية تكون عندك رؤية شنو بغيتي من الواحد العشرين عام أنا كان يقول وليا متواضعاً كان يقول لي الأب ديالي يشوف أني ربكم وعارفهم كاملين قلي أخوت كلهم قراءهم زيانا حت دراوش وبده دي وكذا قلي أنت مشاكل شوية قلي كنت تسمع شوية قلي التدك منهم كاملين لماذا؟ كانت عندي الرؤية كيف قلت وكنت شوف بعيد مهم مش سهاجرت في فرنسا شهر ميمبا منتماك مشيت للطالي عندي أخ ديالي آخر في الطالي عندي مشيت بركشي عنده في الأول قبل ما نوصل بعدها لقيت الخدمة أنا باقي ما وصلش سأخذ ترين سأذهب إلى سويس من سويس سأذهب إلى ميلون سأذهب إلى فرنسا سأذهب إلى فرنسا سأذهب إلى أخ ديالي وأذهب إلى السيد اللي أول مرة سأتعرف عليه الله يذكره بخير منتماك الداني قبل ما نوصل إلى الدار ديال أخ ديالي قال لي أجي تشوف الدار رابعين سوفيا شي جليج يعني نقول لك أنا جل لجنة يعني قضينا الغارات وهذا سيد توا خدمت عنده شي شهرين في طار ديالو كان شهرية قديمة وعهودنا والغد لي بدي تخدم شي تبدل الغد لي بدي تخدام في السبت وصلت لحد بدي تخدام جابي الله وحد جوش الملايين ساكنت الليرا يعني هذا وشط مليون دي الليرا دي الليرا يعني بحلاء مليون مغربية حلاء مليون مغربية رعا فلوس ولكن تحس بردك أول مرة وهنا هتخدم برقعة واقعية هذا هو الفرق يعني هنا هلقتي شوية انت خلطت خدمت مع الأخ ديالي الله جزيبي خير سي الحبيب طلا فيها يعني من أعظم الناس ما عديش مش شكره وليش علمتي منه ريستوراسي لا واحد خر يعني يعني ما ننساش الخير ديالو ما عارش كيفاش نشكره يعني بكل صدق رجل طيب أخلاق عالية رجل يحب الناس ويحب الله وكان يجي في المراكز الإسلامية وتديون والأدب والناس ومن يجرع لفرنسا مؤخرا بكاوا الإيطاليين أخلاق عالية بكل صدق يعني كبرت معه خدمت معه صوبة الوراق ديالي صوبة الوراق بحت السرعة يعني في الظهر في 8 شهر صوبة الوراق وشريت الموبيل وممي قتلي شنو خاصة قتلي خاصة أنا أولدي ماشين ديالصابون بقى عندنا الآن وجدت لها ماشين ديالصابون وجدت الحويجات وجدت للدرب وجدت القرنفل أول مرة؟ لا وجدت الصابون والريحة كي يجيون مرتين من الإيطالي كي يجيون القرنفل لا لا أنا أتعارض أنا كنا نريد نحرك الدور الاقتصادية هنا أنا كنت عندي أفكار تختلف واندبش وانديماج سريع أصبح رضوانا أنا كنت تعرفني ماذا حققت في إيطاليا الحمد لله قبل ذلك تقول انديماج يجب أن تكون هذه الوسيلة أساسية انديماج اللغة شوف رضوانا أريد أن نمشي معك أصبح رضوانا اللغة تدو سويت مشيت فين مريد أن نمشي نمشي المقهى يوم يقولوا بار باش نعرفوا أن الناس نصلحوا للمغاربة البار عندما هو مقهى كي نمشي سويت لقت مع الدارية أنا بقى صغير شوية رغزت لقت مع الدارية كنت سمع أول مرة مشيت كنت سمعوا كيف هدروا بك الديالات كنت سمعوا كثيرا لما سمعت الترترة قلت في نفسي أنا لم أتعلم ولم أتعلم مع مريغا تعلم هذه اللغة لأنها صعبة فإذا بدأت بشوي كنت ميز كنت شوفوا الأخ ديالي والأخ ديالي يقاري اللغة وكان يقرأ القرآن وكان يقرأ كنت سمعت مدرسة عند مدرسة عند مدرسة قرروا تطوعا يعني هي ديال الإفراط بحل إخوان ديالهم ديال الإجليز يعني طلوا فينا قرروا قررت عند واحد الأستاذة والله يجاهزين بخير أعلمتني بخير أعطتني كتيبات بديت شوية شوية ولكن كنت تقرأ الإيطاليا ولكن اللهجة كالأخ شوية بدنا نتبصلوا معهم بالإيطاليا وليت كنت نخرج مع الدراري بنتقرأتي اللغة يعني الفصحة الإيطاليا الفصحة الإيطاليا يعني اللغة الكارجة حاجة أخرى بقراماتيكا بقراماتيكا تماما إذن تمك عندنا بش مع الدراري اللاج ديالي أنا أعزي عني كورا أضيت الأم عام كورا أول واحدة دي أستاذ فارق ديالكورا تمك فكرة منطقة عبدو ربي العام من البعد ودرت تور نوا ديال الاسترانياري اللي الميقراتي للأجانب درنا تور نوا تمك درت واحد الحادث كبير ما أهل عمل جمعوني في الدم لأن أنا في الصغري هناك هناك تقديمك الاجتماعات والتواصل يعني أنا ما نقلتش يكون عمل جمعوي هادي في ديمة نبغي شي حاجة تكون مصلحة للجامعة وما تشوفش قصمان بالله ما تشوفش مصلحتي الخاصة ما يمدرنا عمل من بعد أساسنا جمعية آمل كانت هي أصلا ريادية ونضينا بفريق ديال مينيفوت شوفوني كانت تواصلوا هادي اختارني لما أختمك العمدة أي العمدة الساسو بيرنتي هادي سينا دا كروم راباكي حير بقى هالك علاقة بي وكل ما يجوا عندي في افتتاح هنا جادي سيناتر عندنا جب 12 يعني احنا ومع السيد عبد الله الخزراجي جبنا 12 سيناتر إيطالي في افتتاح ديال غريم بارك الفضاء اللي كنصار للتدبير ديال فضاء السياحي فضاء السياحي هادي سيناتر هادي سيناتر هادي سيناتر ماذا كانوا باحث ديالاتيحاد الأوروبي اسمته ألبتر في الاتحاد الأوروبي وفي الجهة ديالفانتسة والجهة الدينة تقال تاني أغنى جهة يعني تاني أغنى جهة فإيطاليا مشيت لقد إلى تلك الناس أستاذ من الجامعة الباتوفا باحثة كذلك من هذه الجامعة الفينيسيا والبادوما قلنا قلنا لطيرات في منطقة الجبالية وقلنا نحييهم كانوا بناهم جهد هذا الباتريمون نحييوه نحن نعودهم من جديد وقلنا هذا الشيء يعني ما يضيعش لنا لنا إرث ديال البلاد داروا والدنا وكانوا يضعوا في طابة واحد الوقت في 1800 ميال قلنا لهم هذا الشيء ليس تقافتنا ولكن أنا نشتغل معكم وقلنا دراسات دا بغى تشتغل معموش بالمقابل لا دا عطوني وحد لا في الأخير هم أنا مطلبش من المقابل أنا كنت خدام هذه الساعة أنا تزوج يعني مرتدي خدامة تزوجي بإيطاليا في اللول لا تزوجي رومانيا تزوجي بشيكيا بشيكيا في اللول عندي معاجج وليدات دا بطلقتها دا بطلقتها أنا كعب الزوج المختلط ولكن بقى العلاقة محترمة من أجل الوليدات كان تواصلوا من أجل الوليدات وليدت معهم وليدت معهم فيما يتعلق بهالدراسة هذه قبلت قبلت مشينا إلى شوية أعلي هذه الفكرة بقى هنا الدراسة دائمت واحد لسنة تقريباً يعني سيراجي سيراجي يعني فيها واحد ميزانية كبيرة إلى آخر هذا الشيء نعرفه من بعد قل لك ما هو عزيز لعطانك أرض هنا ما هو تدير فيها قلت لي أنا نشتغل فيها ندير فيها النانا نحن كن يعني خصاص في النانا داب هذا الخصاص في النانا عجبتهم الفكرة قبل هذا الشيء ما عندي أنا منسينا أنا حرقت للمراحل أنا كنتخدام شركة طاليانين كيشربون نانا كيشربون نانا بطريقة وشربتوا لهم ولو كيشربوه ولو كيعجبوهم ودرت منه تاليكاخ واحد الشراب ديارم صوبنا مع واحد الشركة إيطالية ولو كيخدوه يعني ودرت منه ودرت منه البيتزا هذه المرحلة قبل هذه المرحلة يا سيدوان أنا كنتخدام شركة واحد مدة وهذه الشركة كنت فيها مسؤول وكنتصوبه جيو تكستيل وهذا شيء أصله بيترول وخدمت فيها 13 عام ومن بعد كان عدي الوقت كان أخدمه التور كنتمشي عندي أخ آخر لديته آناية من بعد تعلم لغيستوغاسيه وشوية وليت كمشي نخدم معاه شوية درنا غيستوغون ديانا عشمت وليت عدنا في نفس المدينة قريبا ايه في نفس المدينة يعني قريبا للدار يعني كينا نحنا ثلاثة الخط مكان هو الأخذ درنا غيستوغون ديانا لكن نشوفه لكن نخدمه معقول جمعنا شوية الفلوس آرا نديرو كل صاف وغفاء ديانا وشي نديرو هروسنا ونشوفو نجربو تحلينا مقاولة المشروع أنا ذكرنا لدينا شي تسعين ألف أورو تسعين ألف تسعين مليون تسعين مليون تسعين مليون قريبا يعني غيستوغون كبيرة علي نوغم بالمناسبة عندي رئيس الوزراء كان عندي تلتمك 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 وليت معروف وفزنا أنا أخذي لي وأنا شخصيا من أحسن المستثمرين في 2012 في إيطاليا تقدموا مأكولات والطبخ المغربي نقف على هذه النقطة لأنها مهمة ونفتخربها هذه النقطة فاعل في مجال تحويل الأموال يتحويل الأموال يعني المقار الكبير هو في لندن وهذا مقارات في العالم كله وهذا خروع في المغرب طبعا كنت ننظم واحد المصابقة سنويا من المقاولين أجانب في إيطاليا 5300 مقاولة كنت تجيب أن أنا صيفت لهم العرض أنا عندي شركة صغيرة لغيستوغاسيون كنت شركة كبرة من الصين من البرازيليين الأجانب أتتكلم يعني البيرو من إلى خير لكن صيفت لهم عجبتهم الدراسة لماذا؟ قمت النعناع في واحد الجهة وهكذا النعناع حولت خدمت بي في البيزا وانتجت ونقوله وأنقضت واحد واحد المكان اللي كان ضيع يعني هما عجبتهم ليدي ولكن ماذا عجبتهم وماذا وصلتهم؟ صيفت لهم واحد معه واحد لغتي قال الكورياري الكورياري أكبر جورنال في العالم وفي إيطاليا يعتمد عليه لماذا أرى صفحة كبيرة قمت بها عجبتهم وفهموا الناس وعلى رأسهم وعلى رأسهم السيد سفير صاحب الجلالة بروما سيحسن أبو أيو يعني اتصل بي واشكرني وعجبوا كل شي واطلقوا معي وضيت عنده لوم يا أخ وضيت عنده هذا الأساتد الباحثين وضيت عنده مجموعة المجتمع المدني ومشينا لروما وضرنا عرض في الموطائق يتكلم عن النعناع والقصة وعرضنا في الضرامة الإيطالية لفزنا وصف 15 واحد في هذا ولفز ثالث في المجال في اللوكوباتينو خلقت العمل يعني خلقت الفرص للشغل طيب هاد المشاريع وقفت هنا أو لا زادت طورات وكبرات في إيطاليا ثم في المغرب إذا كيف قلت القبيلة سيردوان الحياة وتجارب الحياة وتجارب والظروف يعني تتحول جاءت الأزمة الخطيرة للأوروبا لدرة 2018 2019 2010 2011 تأطرنا بزاف أطرة علينا علينا هذه الأزمة هذه للأوروبا ومن بعد كان لدينا شرف يعني يستقبلنا سيدنا الله ينصره وشفنا بلادنا غادي في المصر يعني صحيح وشفنا سيدنا فتح واحد الأوراش كبيرا غيرت وجه العالم يعني صراحة قلنا لماذا لا نحن نقوم بأغفية التي تعلمناها في إيطاليا وتعلمناها في الدول أخرى غيرت هنا أشخص قلنا 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 نتمنى لم تخطعوش لأن بدون ذكر الأسماء لا لا ما تحديات ه كانت تلعبات أو عمّم كانت تلاعبات. وكين واحد لوبيات الفساد أو لوبيات الاستثمار أو لوبيات العقار أو هذه لوبيات تؤثر على السير العادي دي المجموعة دي المشاريع دي الاستثمارات. والاستثمارة استثمارة أهم حاجة. استثمارة مهم. هو الرئة كنقول لدينا البلاد. هو كل شيء يخلق فرص عمل وخارج اختصار. إذن والاستثمار يوصي عليه سيدنا. ومغاربة العالم يوصي عليه سيدنا الله ينصروا الله يحفظوا الله يشابه في هذا النار الكبير عند الله تعالى. وصراحة عانينا ولكن ربي كبير وكنش وزمك ومشينا التاجئنا التاجئوهما القضاء. ماشي أنا التاجئوهما القضاء. من التاجئو القضاء نصفني. قدمت الحجاج هذه ونصفنا القضاء. استثمارات في إيطاليا ملقيتش فيها المشاكل نهائي. لا. بكل ستمنى. وهذا الظربية. من هادي الهادي الهادي. شوف ما كنش مشكل تقدمت لك شي مشكل كي يجي له ما يفكوا معك. بغيت أنا واحد المساح في الصيف كن خدم بساف قلت لي بغيتك الشي على بره نخدم فيه. وشنا قل لي ها أنت سيا عزيز؟ شك رخصة. آه قل لي ها. خلصتها؟ آه قل لي ها. خلصتها؟ آه قل لي ها. خلصتها؟ آه قل لي ها. تحدي. طيب سيا عزيز أيضا أنت رئيس مؤسسة جدور مغربة العالم. المنصيق العام الهيئة الوطنية لمغربة العالم الخارج. وارتباطا بجدور. أنت مدير مهرجان جدور. آه كيف رقيت راسك وسط هاد المكونات دي المجتمع المدار؟ آه شخصية عزيز جوابي لا يمكنها أن أن تنتصيل على العمل الجماوي. يعني العمل الجماوي يسري في دمي. يعني كمشي لي في ضم العمل الجماوي. العمل الجماوي. يعني عزو من قولت هنا كنت أسست شمعية أعمال في إيطاليا. أسستها وكنت رئيسها. مثل الباقاء؟ آه باقاء. ولكن ما بقى بك شكل يعني ودراري. يهاجروا فرنسا. القدامي. يعني تبدلت الأمور. تبدلت الأمور في في هالدول هادا. في هالدول اللي كنا فيها. آآ من بعدها يعني كنت منصق عام للهيئة الوطنية لمغاربة العالم. واشتغلنا واحد المدة. وقدرنا أعمال جميلة وكثيرة ومتنوعة. ومن بعدها رتقينا من عمل الجماوي إلى مؤسسة. اليوم أنا آآ مع مجموعة من الأصدقاء والكفاءات. كفاءات مغاربة العالم. أسسنا مؤسسة ودول لمغاربة العالم. اللي من أهم أهداف ديالها هو العمل على يعني شمل وجمع وتنوير. ويعني الجالية المغربية المقاملة بخارج. هاتشي على شدرنا أدرنا هاتشي. لأن عدنا واحد المالك عظيم. اللي نصر لأنه يمشي دائما بكل صدق. كمشي الدول الأوروبية كتواصل مع نا. وكي يسول فينا. وهذا الهمل ديالنا. وحنا. كان تعليمات ملكي السامية. واحد العدد من القناصلة والسفراء ديال المملكة المغربية. باش يعني يتعاملوا ب ليونة اكتر مورونا اكتر. كين تبصيد ديال المساطير. كين ليونة. كين بزاف تحويج. وكين وصراح هم وكين مجهودات كبيرة. كدير ديالوزارة خارجية حاليا. لكتر أساسي بوريطة. يعني وقناصلة. صفراء. كين الحمد لله. كين. كبير لبلادهم. والحب لديهم. والكبير للمالك ديالهم. والمجهودات يعني اللي كيديروها من أجل الوطن ديالهم. صراح. هم وطنيين. يعني حتى النخاع. وهذا فخر لنا. وهذا ليس يعد الجنسيات كاملين. ليس يعد الدول كاملين. باش نقوم برخص الناس المغربة يعرفوها. المغربة ونفتخر. إذا. وحنا نطالبهم من هذا المكان. ده. خليني ندير هذا المنتمس. يعني الجهات المعنية. احنا. راكم التامسوا. وحنا مقبلنا عن انتخاب الدين الالفين وواحد وعشرين. نلتمس. من الجهات المعنية. هم. هل هناك كلام اليوم على. ونلتمس. 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 من الأحزاب السياسية. وحزاب الشريفة. باش اليوم يعني. تطيل مغربة العالم تمتيلية. باش يدويوا على حقهم. نحن كين. هادا نقاش قديم جديد. وحنا غن نتظروا. القواني انتخابي. وما ستسير. لأن اليوم. نحن نحن في حاجة. نحن في حاجة. مهرجان جودور بسطات في 2019. وكان هو النسخة الأولى. أعملت واحد العمل جميل جدا. فوسي فيساء من عشر الاف صورة. لجلالة الملك مختلفة. نعم. باش خلقت بها واحد صورة كبيرة. لسيدنا اللينسون. كانت هذه الصورة العملاقة الجميلة. لصهرتنا شخصين على الإخراج لها وهذا. يعني بمناسبة عيد العرش المجيد. هاد المناسبة الغالية. على كل قلوب المواطنين المغاربة. يعني بكل صدق كانت واحد الإنجاز كبير. كن شكره سيد عامل إقليم سطات. سيد إبراهيم أبو زيد. اللي جيش صار شخصيا على هذه الصورة. وكان واحد اللقاء كبير. ودرنا واحد المسيرة من ضر بيضاء حتى السطات عبر الدراجات النارية. بالأعلام وصور صاحب جلال. وماط الكبار. ودرنا واحد اللقاء كادير. ودرنا واحد تكريم الشيخ البروفيسور ماء العينين. كان واحد اليوم دراسي جميل. وحضر لي كذلك سيد عامل إقليم سطات. يحضر مرتين في يومين متتاليين في هذا النشاط لأهمية دياله. وجوا مغاربة العالم من كل أنحاء. يعني صراحة العالم. يعني ودرنا ما ننسى وشو ما أسجوا دور ذات واحد النشاط. ديالأية ومساهمة لمغاربة العالم. يعني في بلا ورط. يعني النموج التنموي الجديد في الجامعة الحسن الأول. بحضور شخصية وازنة. وكان معنا سيد وكيل جنة الملك ممثلاً النيابة العامة اللي كان شارك معنا. كذلك سيدة خديجة الصافي رئيسة جامعة الحسن الأول. ممثل ديالوزارة شخصية أخرى اللي حضروا معنا صراحة. وكانوا مدرج منه خلدون مملوء عن آخره من كل أنحاء العالم. طيب في كلمة أخيرة بالتحدي بالصبر بالعزيمة بالطموح نقدروا نتجاوزوا. أي حاجة ممكن تعترضنا في الطريق نحو النجاح وإثبات الدات؟ صحيح سيدة أردوان. لما كانت صبرنا ممكن تحاجة مفقوا واقعين. ونوصي نفسي ونوصي الناس التي استمعوا لنا ومغاربة العالم والشباب. لكي نصبروا وخاصة في هذه المرحلة استثنائية ذات كورونا. سيكونوا أكيد جربنا عقابات شخصياً. يعني كنت جربت شيء حي تجربت يعني را متجاوز وغانا نتجاوزه. وخاصة نصبروا. تكون لحمة بناتنا اليوم من أجل بلادنا ومن أجل وطننا. بطبيعة الحال الإنسان يحتج وقدر يحتجاجات سلمية. يعني وقفات سلمية. يحاول يقول الحكومة أشنو خاصو بطرق حضارية. ونحاول إن شاء الله يعني نصبروا بعد أن نتجاوزوا هذه الجائحة. إن شاء الله هذا الشيء يبقى يتعاويد وغاد يكون الخير أمام إن شاء الله. شكراً جزيلاً سيدة عزيز وهبي. نعود نذكر بأنك رئيس مؤسسات جذور لمغاربة العالم. مدير مهرجاً جذور والمنسيق العام الهيئة الوطنية لمغاربة العالم. وقالنا بأن مغاربة العالم ومغاربة المقيمين بالعالم ومهاجرين بسفة عامة. هم صفراء دي البلاد. هم المغرب نموذجاً اللي يترافوا على واحد العدد من القضايا. ويكونوا أيضاً هما للسان دي المغرب في الدول وفي القبائل وفي الأحياء اللي هما كيعيشوا فيها. باش يعرفوا بالمغرب كيف قلنا المغرب التاريخ والمغرب الحضارة. المغرب الإمكانيات السياحية الاقتصادية والتنموية. باسمكم مستمعينا مستمعاتنا الأفاضي. نتمنى أن نكونوا سافرتوا معنا في هذه الرحلة الأتيرية من أولاد سعيد الميلانو إيطاليا الفرنسا. ثم مرجعنا بكم المغرب ونستفدوا من هذه التجربة الحياتية الضيف تحدي لهذا الأسبوع. لكم تحيات سيدي عثمان الشيفاء في الهندسة الصوتية والإخراج الفني. هذا أرضوان واحد يحييكم داماً.